وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أرحب بك محمود وصف لنا المشهد لديك الآن نعم بعد التحية الآن المشهد هو التزايد المستمر بالطبع لأعداد الوافدين وفي هذا التوقيت تحديدا ومنذ قليل وصلت العبارة القادمة من معبر قسطل ومن ميناء حجر الشمس بها عدد كبير جدا اليوم من الوافدين السودانيين عدد كبير من الحافلات وعدد كبير أيضا من الأسر وأيضا كبار السن الذين توافدوا على هذا الميناء يحملون عدد كبير من الأمتعة والحقائب والمستلزمات المختلفة كان لنا لقاء وحديث مع الأشقاء السودانيين الذين وصلوا منذ قليل في ميناء أبو سنبل النهري وتحدثنا معهم عن الإجراءات وعن أيضا الوضع في السودان والتسهيلات التي تقدم لهم ويعني أكدوا على عدة رسائل هامة الرسالة الأولى هو توجيه الشكر بالطبع للرئيس عبد الفتاح السيسي على فتح المعابر واستمرار فتحها واستقبال مزيد من السودانيين وأيضا أنهم يعني يشعرون وكأنهم في وطنهم وليس في بلاد جريبة الرسالة الثانية هي الخدمات الصحية التي تلقونها بمجرد وصولهم إلى معبر قسطل تحدث إلينا يعني بعض المواطنين على أنه كان يعاني من أمراض الضغط والسكر وكانت هناك متابعة له بالأجهزة الموجودة لدى جمعية الهلال الأحمر داخل المعبر وقد اطمأن على حالته الصحية ثم غادر بعدها المعبر وتوجه عبر العبارة التي يعني استحدثت محافظة أسوان مؤخرة للمجيء إلى ميناء أبو سيمبل أنهري وتحدث أيضا على أن أحد أفراد الأسرة أيضا كان لديه بعض الخوف من أمراض أيضا من بعض الأمراض المزمنة فبعض الأطباء توجهوا مباشرة إلى الحافلة التي يستقل لها وقاموا بالكشف عليه والإطمأنان عليه أيضا ثم غادر يعني هناك بعض الأدوية التي قد أخذها ثم غادر بعد ذلك إلى العبارة ليصل إلى هنا إلى ميناء أبو سيمبل النهري وأكدوا أيضا على سهولة الإجراءات المقدمة داخل المعبر خاصة أنهم كبار سن فبالتالي هناك بعض التسهيلات التي تقدم لهم وأيضا يعني بعض الوجبات الجذائية التي قدمت لهم هذا الدعم الموجود دائما في معبري قسطل وأرقية وهم الآن ينتظرون قليلا ثم سيتوجهون إلى محافظة أسوان ومن محافظة أسوان إلى محافظة القاهرة فبالتالي كل الخدمات مقدمة للسودانيين هم تحدثوا أيضا على أن الوضع لازال غير مستقر في السودان وهناك يعني بعض الاشتباكات أيضا الدائرة طبقا لما تحدثوا به إلينا فبالتالي هم وجدوا الفرصة في المجيء إلى مصر لاستقبالهم وأكدوا على أنهم بمجرد وصولهم بدأوا يشعرون بالحالة النفسية الجيدة في هذا الوطن الآمن والمستقر النقطة الأخرى كنا قد تحدثنا عن القوافل التموينية الجذائية التي يعني أعلنتها محافظة أسوان ومدرية التموين في محافظة أسوان هذه القوافل بدأت في العمل والتواجد منذ صباح هذا اليوم في عدد كبير من المناطق التي يتواجد بها السودانيون منها حي الصداقة الجديدة والقديمة ومركزي إتفو ودراو هذا مع استمرار الخدمات الصحية المقدمة من خلال العيادات الثابتة في موقف كاركر الدولي والمطبخ الدائم الذي يقدم الوجبات الجاهزة والجفة بالإضافة أيضا إلى أن هذه القوافل التموينية والغذائية ستتواصل على مدار الأيام خلال الفترة القادمة بأسعار مخفضة لتقديمها للأشقاء السودانيين المتواجدين بهذه المناطق فبالتالي الصورة بشكل عام زيادة في أعداد الوافدين وأيضا متابعة للخدمات المستمرة والمتنوعة لتقديمها للوافدين السودانيين عبر معبراي قسطل وأرقيم نعم أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر